اهلا بكم في كورس اللغة الالمانية في الكورس ده هنبدأ من الاول خالص بس عشان نطور نفسنا بسرعة هنتبع تستراتيجية مختلفة شوية في التعليم هنتعلم بالتعود والاحتكاك باهل اللغة مش بالمذاكرة يعني هنشوف محادثات كتير ومقاطع من افلام واغاني المانية وطول ما احنا ماشيين كده هنتعلم عبارات كاملة بدل الكلمات وهنتعلم بقى القواعد بالتعود اللي هو هتلاقي نفسك بتقول الجملة صح من غير حتى ما تكون عارف القاعدة زي ما بتتكلم عربي صح مع انك مش ضريع في النحو يعني هنطبق الاول وبعد كده ندرس القواعد هنطبق ونحتك باهل اللغة اكتر ما هنشرح النهاردة والمحاضرة الجاية هنخلص معظم اساسيات اللغة الالمانية وحنتعرف على القواعد الاساسية وحنكون بنعرف نعمل محادثات كاملة لوحدنا وبكده هنكون خلصنا اول مستوى بالكامل في محاضرتين بس اول مستوى اللي هو A1 الالماني بتكون من A اللي هو A و B و C كل واحدة فيهم عبارة عن 3 اجزاء A1 و A2 و A3 فاحنا ان شاء الله المرة دي والمرة الجاية هنكون خلصنا A1 الكام محاضرة اللي بعدهم هيكونوا تدريبات عملية كتير ومحادثات ومقاطع من افلام عشان نطور اللغة بسرعة انت بقى حر تاخد المحاضرة كلها مرة واحدة او تقسمها على كده مرة انت بقى وقدراتك بس انصحك تشوف المحاضرة بالكامل على بعضها الاول عشان تاخد فكرة وتربط الاجزاء ببعضها وبعد كده تبقى تشوفها مرة تانية بتركيز وتأني او تقسمها وتاخد كل جزء لوحده صممت الكورس بحيث كل مرة تطلع لك بكام جملة وركزت على الجمل مش الكلمات المفردة وكمان ركزت على الكلمات الاساسية اللي هتستخدمها فعليا في كلامك المصادر اللي عملت منها الكورس ده كتير اهمها Deutsche Felle ازاعة المانيا تقدر تدخل على الموقع بتاعهم اللي هيبقى بالانجلش DW.DE كتاب منجن كرسات جوتا وبعضك كتب الفيديوهات عشان اجيب اكبر قدر من الامثلة المفيدة